قتلى بالمئات في غوطة دمشق الشرقية خلال أيام قليلة وعشرات الألوف ينتظرون الموت في إحدى أكثر الفترات دموية منذ بدء الحرب السورية وفي خضم حصار قاتل فرضه نظام الأسد لسنوات عديدة على سكان الغوطة الشرقية المعارضة عمليات القصف والمجازر اليومية التي ترتكب في الغوطة دافعت منظمة هيون رايسووتش لوصف بعض الوقائع التي تجري هناك قائلة إن أكثر من أربعمائة مدني قتلوا في غارات جوية منذ التاسع عشر من شباط الجاري على يد التحالف العسكري بين النظام وروسيا في الغوطة الشرقية المنظمات الدولية أوضحت كذلك أن الهجمات التي وقعت على الغوطة استخدمت فيها براميل متفجرة وطالبت روسيا التي استخدمت حق الفيتو أحد عشر مرة لحماية النظام السوري بدعم القرار الإنساني في مجلس الأمن عند التصويت عليه هذا القرار الإنساني بشأن هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية والذي قالت روسيا على لسان وزير خارجياتها سيرغي لافروف إنها مستعدة للموافقة على مشروعه بعد إجراء تعديل عليه يرى مراقبون أن روسيا ستعاود التصدي له من أجل الوصول بالأزمة إلى المرحلة التي تخطط لها مع النظام السوري وهي مرحلة تهجير أهال الغوطة قسرا بتأييد أممي كسبيل لحل الأزمة كما حدث في مناطق سورية كثيرة كان آخرها حي القابون الدمشقي فصائل المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية لعلمها بحيثيات المؤامرة الروسية التي بدأ النظام السوري تنفيذ أحد خطواتها برمي قواته منشورات ورقية من طائراته على الغوطة تدعو المدنيين فيها إلى مغادرة منازلهم والرحيل لعلم الفصائل بذلك أعلنت رفضها أي مشروع قرار دولي يفضي إلى تهجير المدنيين من المنطقة وتأييدها لمشروع القرار الكويتي السويدي المعروض على مجلس الأمن كما أعلنت المعارضة دعمها مطالب الصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى الغوطة وتعحدت كذلك بحماية القوافل الإنسانية وكوادرها وقالت إنها تدعم دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين